رسائل حزمة موجهة لإيران تضمنتها كلمات المتحدثين في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة الرسالة الأولى تتمثل في ضرورة درء الخطر الإيراني عن المنطقة فتجرؤ إيران على استهداف المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي ومن قبله استهداف الأماكن المقدسة لن يجعل أي عاصمة عربية بمأمن عن هذا الخطر الأذرع الإيرانية التي تنفذ مخططاتها الإرهابية كانت محور الرسالة الثانية حيث تضمنت ضرورة استئصالها لا سيما حزب الله الذي يسيطر على لبنان ويستخدمه للانطلاق لتنفيذ عملياته التخريبية الصمت الدولي حيال نظام الملالي كان ركيزة الرسالة الثالثة فلم يعد مقبولا تراجع المجتمع الدولي أمام الإرهاب الإيراني لا سيما بعد أن ثبت ضلوعها في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية في النهاية تشير جميع الدلائل والأحداث إلى أن سياسة إيران تعد سببا رئيسيا في الطراب المنطقة العربية ولم يعد مقبولا الصمت أمام هذه الاستراتيجية التخريبية الممنهجة التي تعتمد على تأجيج الفتن والصراعات الطائفية وهي الرسالة الأهم التي أطلقها الاجتماع ترجمة نانسي قنقر